أحبتي في الله أن يجلس العبد لسماع كلام الله تعالى وتدبره هذا اصطفاء من الله تعالى فله الحمد سبحانه قال عز وجل وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى نجلس إلى كتاب الله عز وجل جلسة تدبر وتأني عملا بقوله سبحانه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما طلب إلينا أن نتأنى وأن نتدبر وفي ذلك زيادة العلم نسأل الله تعالى أن يكون علما نافعا مؤسسا لعمل صالح هذا المقصد الأسماء نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى في الحلية أن أبا الضرداء رضي الله عنه قال أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة يا عوي مير أعلمت أم جهلت فإن قلت علمت لم تبقى آية في كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا أخذت بفريضتها الآمرة هل اعتمرت والزاجرة هل ازدجرت وأعوذ بالله من علم لا ينفع نسأل الله تعالى أن يزيدنا علما نافعا محفزا على العمل وعلى الإقبال عليه سبحانه عز وجل في هذه الليلة المباركة أيها الأحبة نجلس إلى صورة عظيمة كريمة من صور القرآن الكريم وآية من هذه الصورة صورة إبراهيم نجلس إلى قول الله تعالى في صورة إبراهيم يقول سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون طلب إلينا أيها الأحب الكرام في كتاب الله تعالى كلما ضرب الله مثلا طلب إلينا أن نستمع للأمثال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له وطلب إلينا أن نعقل الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وطلب إلينا أن نتفكر في الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون وأن نتذكر الأمثال كما في هذه الآية المباركة موضوع المدارسة ويبقى المقصد الأسماء أن نهتدي بالأمثال يقول الله عز وجل في صورة البقرة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هدى هذه الآية وأن يدلنا من خلالها على ما يكون إن شاء الله نبراسا لنا وهاديا في حياتنا وسلوكنا إليه سبحانه عز وجل نصل أيها الأحبة الكرام لتدبر معاني هذا المثل الذي ساقه الله عز وجل لنا يذكرون به في كلامه في كتابه عز وجل المثل في الآية ضربه الله تعالى للكلمة الطيبة بإطلاق على قول من قال أن الكلمة الطيبة هي كلام الخير كله لكن الكلمة الطيبة لا يخفى على أي إنسان أن أصله هو قول لا إله إلا الله من ثبتت في قلبه بالإكتار من قولها فالشيء إذا تكرر تقرر تفرع عنها كلام الخير من القول السديد والقول الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم يصدق هذا المعنى وهذا الفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فإذن هذا المثال أيها الأحبة الكرام هو مثال لكلام الخير عامة هذا القول الأول والمعنى الأول الذي يمكن أن نفهمه من الآية لكن الكلام الطيب لا يتربى اللسان على القول الطيب والقول السديد والقول الحسن إلا إن غرست في قلب الإنسان كلمة الطيبة لا إله إلا الله فلا إله إلا الله تجمع القلب على الله لتكون الوجهة الله ولتبقى الوجهة الله هي أعلى شعب الإيمان عنها يصدر ومن معينها يتدفق هي الرافد الأعلى من روافده هي أم الشعب ومنبع الفيض الإيمان وجماع الخير وأغصان هذه الشجرة هي اتباع الأمر واجتناب النهي هي باقي شعب الإيمان وثمر هذه الشجرة وجدان حلاوة الإيمان وما يناله المؤمن من بركة هذه الكلمة قال الله عز وجل توتي أكلها فالكلمة الطيبة لا إله إلا الله توتي أكلها في قلب المؤمن إيمانا وتوتي أكلها ثباتا في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثبات في المواقف ثبات على طريق الحق ثبات عند الموت ثبات عند السؤال ثبات على الصراط ثبات يوم الفزع الأكبر وتؤتي أكلها كلاما طيبا يؤلف القلوب ويذكر بالله وتؤتي أكلها بإذن ربها حاكمية وشورى عدلا وانتصارا لله والمستضعفين ووحدة للأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن خبروني ما هي قال سيدنا عبد الله بن عمر فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة فالمؤمن مثله الله عز وجل بالنخلة فالآية على اعتبار أن الشجرة الطيبة هي النخلة فالمثل هو مثل للمؤمن أصل الإيمان في قلبه والفرع أعماله الصالحة التي تنتج عن هذا الإيمان وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله لا يسقط ورقها إشارة إلى أن هذه الشجرة خضرة دائما ربيع هو قلب المؤمن باستمرار وفي هذا معاني المداومة على الدكر حتى لا يفتر الإنسان عن دكر الله عز وجل فتدبل زهرة الإيمان في قلبه نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا دوام ذكره هذه الكلمة الطيبة سواء كانت الإيمان أو هو المؤمن أو هي لا إله إلا الله فهي بمعنى واحد فأصل الإيمان ومن بعه هي لا إله إلا الله الإكثار من قولها فهي تجدد الإيمان وعندما يستقر الإيمان في القلب يتفرع عنه العمل الصالح وعلى رأس الأعمال الصالح الكلام الطيب الكلام الطيب الذي ندبنا إليه كلاما حسنا قولا سديدا مع كل خلق الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر